ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات شهر اغسطس لعام 2020 لاصحاب برج الحوت برج الحوت هيكون عندنا شهر قد ايه فيه ايجابية قوية جدا مع بعض التقلبات النص الاول ما يختلفش كثير عن النص التاني لان النص الاول عندك ايجابيات وعندك تقلبات النص التاني نفس الموضوع ولكن الاختلاف في الايجابيات والتقلبات ايه هي مبدأ ايان برج الحوت هيكون عندك فيه فكرة جديدة او موضوع جديد ولكن عندك افكار بتلوم بيها نفسك او شي انت بتلوم بيه نفسك عندك شوية حاسس انك ندمان على وقت انت فوته او على علاقة عاطفية انت ضيعتها او على انك سمعت او دخلت كلام شخص في بالك في حياتك فاثرها عليك فخلاك ان انت تخسر بعض الاشخاص يعني حاجات من النوعية دي هيكون عندك شهر اغسطس صلح بقى بتصلح مع ناس بتصلح مع علاقات بتصلح مع نفسك او لنفسك يعني فيه صلح قوي جدا جدا فيه شهر اغسطس جاي من ناحية برج الحوت نفسه يعني برج الحوت انت اللي بتساعد نفسك لده عامة انت تعالوا نبدأ به الوضع المهني الوضع المهني عند برج الحوت عندك خطوات جديدة وفيه ترقية ولكن فيه بعض الاشخاص اللي ممكن يكونوا حاقدين عليك بزيادة فبيبدأ انه هم يشوفوا فكرة مشروعك لا دي فشلة نبدأ ان احنا نحبطهم عندك انت عايز توصل بتضغط على نفسك توصل بس مش بتدي لنفسك كل الفرص يعني انا عامة برج الحوت فيه نصائح كتير جدا جدا موجودة لخلال شهر اغسطس منهم هقول النقطة دي ان انت لازم يكون عندك تركيز اكتر من كده اكتر من كده متطلب منه قوي ده لان محتاج انك تشوف الفرص بجد محتاج يكون عندك استغلال للفرص بجد استغلال الايجابية اللي حواليك والايجابية المواضيع وايجابية نفسك انك تشحل نفسك ايجابية اكتر محتاج ده جدا جدا ليه لانه يكون عندك بتاخد خطوة وتترجع لانك خايف تكمل اما الموضوع العاطفي هو ده اللي هتكمل فيه لكن الموضوع المهني عندك شوية خوف او قلق مع بعض الاشخاص اللي بيحاولوا انهم يحبطوك او يدولك تكسل بيه فانت بتتأثر ده الوضع المهني الوضع كمان المهني عند الناس اللي ام ليهم شغل حر او اشغال خاصة بيهم او ليهم علاقة بالتجارة بيع وشيرة هيكون نخلي بالنا كتير جدا جدا في النص الاول بان احنا نجازف بفلوس ما تجازفش بفلوس خلي لو انت عندك حاجة تشتريها يعني اتباعها ان انت تكسب حاجة ماشي لو دور ورا المكسب لكن ما تفكرش ان انت تخسر حاجة مقابل مكسب تاني لأ وقتها انت هتخسر بس مش هتعرف تكسب تاني النص الاول مش في حاجة اني انا جازف المجازفة لأ المجازفة هتكون مرفوضة كتير جدا ده بالنسبة ليه الامور اللي هي المهنية اللي مرتبطة بيه المدى مرتبطة بيه الوضع المدى بالنسبة للناس اللي هما بيشتغلوا في اشغال او اعمال خاصة او تجارة او بيع وشيرة فنخلي بالنا كتير بالنسبة للوضع المدى هيكون عندك اشخاص هتعرض عليك المساعدة ممكن يكون حد من الأهل هيعرضه عليك المساعدة المادية اللي هو طب اعمل كذا وإحنا هنساعدك زاد إن انت عندك النص الثاني إنك هتصرف مديا عندك مصاريف فيه انتقال لمنزل انتقال لمكان جديد تغيير سيارة الشراء أشياء إلكترونية سواء موبايل أو لاب أو أي أن كان فعندك الحاجات دي موجودة كتير وعندك كمان إنك عايز تصلح شيء إلكتروني عندك وفكرة الشراء أكتر يعني ممكن يكون عندك مثلا اللاب بتاعك بويز لأنت عايز تشيره واحد تاني مش عايز تصلحه زيت إن انت تصلحه عاملين زي في الحتة دي بحب اللي هو بكسل شوية عامة يعني فيكون بورج الحوت عنده الموضوع ده جدا جدا عامة الوضع اللي هي الأمور الحياتية خلوني أقول عنها شوية حاجات هيكون عندك مكسب فقضية لو عندك قضية فيها إن حد خد منك شيء أو خد حاجة منك بدون ما أنت تكون راضي وتعبان جدا على الحاجة دي هيكون عندك انتصار مكسب هيكون عندك رجوع لحقك رجوع لحقك مش كمان شيء مادي وبس لأ رجوع لحقك كشخصية كأن حد هيعتذر لك إن حد هيكون من الآخر كده إن انت هتجيبه مكسور قدام عينيك أنت وجعتني خدت شيء مش بتاعك فأنت هتيجي غصبا عنك تعتذر مش عشان أنت بتحبني أو مش عشان أنت أنا الملاك اللي لا ده عشان أنت تكسرت فده هيكون موجود كتير جدا ما أنا زي ما قلت لكم في البداية شهر على برج الحوت فيه إيجابية وفيه حاجات فيها شوية إن كده عامة ده هيكون موجود كتير عند برج الحوت برج الحوت كمان هيكون عندك لقاءات اجتماعية عندك تعرف على صداقات جديدة كل الحاجات دي هتسير فيك إيجابية ولكن هيكون عندك فيه عز الصداقات الجديدة والعائلة وي وي لا فيه أشخاص برضو خبسة هتكون أنت مش واخد بالك منهم من بدر لكن هيظهروا لك بقى هيظهروا باستغلالهم ليك يعني عندك حد يستغل لك آه نخلي بالنا كتير هتفوق من ناس لكن فيه ناس تانيين أنت هتبدأ تشوف حقيقتهم عاملة إزاي عامة كمان برج الحوت فيه الوضع العاطفي الوضع العاطفي عندك بالنسبة للناس المرتبطين هيكون عندك فيه تلطيف في الأجواء العاطفية فيه تحسين عندك مشاكل مع الشريك أو أنت كنت اتهمت واتهم غلط أو أنت كنت تشاكك فيه بسبب كلام لغبطة أو كلام أثر فيك لا هيكون عندك تحسين هتعرف تصلح حلقتك العاطفية بالشريك هيكون عندك أجواء عاطفية رائعة زائد أن هيكون فيه شيء يجمعك بالشريك بمعنى انها يكون في انتقال لمنزل جديد هنكون في دخلين على مشروع زواج او ان احنا في بيب جديد هيكون موجود شيء هيزود ارتباطكم ببعض اكتر خلي العلاقة تكون متينة اكتر ده من حيث الناس المرتبطين بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين في لقاء مهمة هيجي منه ارتباط عاطفة هيجي منه اعجاب هتحس ان اساسا برج الحوت انت عندك شخصية جزابة جدا خلال شهر اغسطس عندك انك معجب بنفسك هتهتم بنفسك كتير شيئا كاناقة تغيير للنفس تغيير في الستايل تغيير في الجسم يعني عايزين نزبط جسمينا نزبط وشينا الحاجات زي كلها فهيكون موجود عندك انك تلتقي بالناس فهتحس انهم بيجذبوك عاطفيا وانت كمان جذبتهم فيه اعجاب متبادل ما بينك وما بين حد هيخلي الموضوع يتطور عاطفيا فعندك ممكن يكون فيه مشروع ارتباط قوي او زواج فيه خلال شهر اغسطس بنسبة كبيرة جدا جدا عامة انا الوضع العاطفي هتكلم فيه بصورة مفصلة كاملة جدا في فيديو تاني لوحده ولكن انا بتكلم فيه بصورة سريعة يعني هتكلم على علاقة برج الحوت وكل الابراج معاه عاملة ازاي عامة بالنسبة للناس المنفصلين لبرج الحوت هيكون عندك رجوع او بس مع الرجوع ان فيه شخص جديد هيجذبك وانت هتجذبه جدا وده ممكن يخليك انك تتراجع عن فكرة الرجوع ده بالنسبة للناس المنفصلين نهائي ده هيخليك ان انت تفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما ترجع قبل ما تخلي يعني الشريك هيكون او الشخص اللي انت كنت مرتبط بها يكون عايز يرجعلك قوي هيكون بيفكر فيك كتير هيكون منجذب لك جدا هيكون بيرقبك جدا ولكن انك تفكر في الرجوع ده هيكون بالنسبة لك او انت كنت بتفكر في الرجوع جدا وكنت عايز ترجع بس حاليا انت مع الشخص الجديد هتحس ان انت تقول او هتقول لنفسك لا خليني في الجديد افضل خليني قديني اتعلمت من الماضي يمكن الشخص اللي انا سيبته ده يرجع يعيد الغلاطات مرة تاني او مش هننفع مع بعض تاني اللي القصر مش هيتصل كلام كده بنقوله لنفسنا فده نسبة كبيرة جدا تتعدى النص فهيخليك ان انت تفكر في الشخصية الجديدة عامة النص التاني هيكون كمان افضل في الوضع العاطفي عامة ده بالنسبة للحب او العاطفة بالنسبة كمان للامور الاجتماعية او العائلية في تحسين في الاجواء العائلية في ارتباط اكتر في اشخاص ممكن يكون عندك تغيير جو سفرية وعلى فكرة برج الحوت انت عندك سفر قوي جدا جدا في خلال شهر اغسطس او بتحضر لسفر او بتحضر اولائك لسفر عامة فعندك فكرة ان احنا نسافر كده نطلع مصيف مش عارفة فين او نسافر لحاجة للاستمتاع مع العائلة فيه تحسين في الوضع العائلي فيه ارتباط اكتر هيكون حد من العائلة اللي كان عنده مشكلة مع مثلا الشريك او في شغل قائع كان وانت كنت مطالب انك تقف معاه او تساعده او تكون سند لي هيكون عنده تحسين في الاحوال اللي كان فيها مشكلة دي ده هيخليك انك تكون مرتاح اكتر بس فيه اشخاص استفزازيين في الوضع العائلي اه ممكن يكونوا بيقولولك كلام مش حلوة كلام يوجع او كلام فيه مقارنة بيهم اللي هو بيقلل منك حاول على قد ما تقدر ان انت ما تديش اهمال الكلام ده وحاول انك تستمتع بحياتك وبس وتستمتع مع العائلة اللي بتحبك وبس عامة كمان عندك فيه الوضع الاجتماعي هيكون عندك الاشخاص اللي تكلمنا عنهم انك هتعرفهم من جديد او اصدقاء هتتعرف عليهم جديد هيكونك مصلحة قوية معاهم هيكون عندك ممكن يكون فيه انتقالة لمرحلة من حياتك بسببهم هيكون عندهم ممكن تكون مصلحة عملية او ايا كان نوعا ما من المصلحة يساعدوك بشكل قوي جدا عشان هما شايفين ان انت شخصية تستاهل المساعدة او تستاهل ان هما يقفوا معاك ده موجود كتير بالنسبة للوضع الصحي الوضع الصحي عند برج الحوت هيكون عندك بتميل الى الايجابية بس مش في كل الايام عندك بعض الايام اللي فيها قلة حظ مشتركة فيه الجزئين جزء الاول وجزء التاني الايام اللي فيها قلة حظ دي هيكون عندنا ارتباك هيكون عندنا لوم هيكون عندنا خمول هيكون عندنا ان احنا عايزين ناخد خطوة بس منلاقي نفسنا ان احنا ممكن نرجع لخطوة دي فيه بعض الاشياء اللي ممكن تكون مش حلوة عشان كده نهاعمل فيديو نصائح عشان نتكلم على الحاجات السلبية زي نحن نتفديها عامة فالوضع الصحي الحاجات دي هتأثر في نفسيتك في بعض الأيام تأثر على الصحة الجسدية بأن تسبب لك إرهاق خمول إنك مش عايز تخرج مش عايز تقابل حد بعض الإختناقات ده هيكون موجود ولكن برضو هيكون عندنا أيام فيها قوة حظ هيخلي عندك قوة ونشاط وتميز ده تحس إن انت في أحسن وضع صحي بالنسبة لك عامة برج الحوت أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده بتمنى كتير إن إحنا نكون إيجابيين ومتفقلين في حياتنا ما تنسوش تفقلوا بالخير تجدوا كمان ما تنسوش اللايك وشيروا اشراك في قناة تفعيل الجرس سلام